لكن بطلب العلم كمسة تدخل في الإسلام من الكافري أقل شيء عشر وممكن ملايين من الناس وكل ما يعمل هؤلاء أجورهم لك هذا pistol الذي كانه عليه الأنبياء والرسول وهي المصولา истории وجم emptiness وأي terms الانبياء والرسول الأيين السلام وظيفة الأنبياء والرسول بهما وهالنبياء والرسول فلاخدد النسير على هذا 았 ثم أن الله سبحانه وتعالى اختارك من بين هؤلاء الملايين من الناس أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا من النعم ثم اختارك الله أن تطلب العلم ثم أن الله سبحانه وتعالى و الناس يؤكدنا يا شيخ يا علم يا كذر إذن مالذي يمنعنا من الطلب ما هي المعووكات من أكبر المعووكات هذه الأجهزة تسرق الأوقات ماذا فيها؟ وسائل تواصل وهي ليست وسائل تواصل هي في الحقيقة وسائل سرقة الأوقات للغيبة والنميمة ونشر الأغاني وصور النساء إلا من رحم الله طبعاً حتى كثير من الناس عندما ينشر ينشر أي شيء يأتي حتى الأحادية الباطلة والموضوع يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلب العلم لا تصادق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الله مؤمنا نبي صلى الله عليه وسلم مؤمinden başka hiç kimseye arkadaş edin mi؟ فالذي يأمرك بالمعروف أن هاتع المنكر هو المحبلة صلى الله عليه وسلم نعم كل هذا لأ نحضار المكان المناصف لطلب العلم صلى الله عليه وسلم سؤال الله وصححايا المكان المناصف المسجد المسجد المدرس النحضار المعروف وقلن سهل جدا تستطيع الان تختار اعلى عالم الشيخ بن عزيمن رحمه الله تعالى و تطلب على العلم قربوا على المشترك نعم تستطيع من أسهل ما يكون هذا من المعووكات طالب العلم ليس له عمل للسياسة بعض البعضان يقول فأنا لا استطيع الأقلبу العلم هنا في تركيا لماذا؟ قال لا هذا المكان غير مناسب أريد أطلب العلم في المدينة الذي لا يطلب العلم هنا لا يطلب العلم في المدينة إلا أن يشاء الله هل خرج علماء من هنا؟ هل البخاري رحمه الله انتظر حتى يأتي المدينة وقال تعلم؟ بخاري رحمه الله كندي أولده يرده مدينة مدينة درده م؟ لا أنت الآن تعيش واقعك هنا أنت في هذه البلد اطلب العلمون هنا حمد الله الحفاظة وطلاب العلم تشغير وكيل أن stir ذلكون أي من هناmpث لا إذن هالي وساوس الشيطان فا طلب العلم ميسر وليله الحمد عَلَيْنَ بِلِشْتِهَاتِ النَّبْضُلْ غَايَةَ الْجُهِدِ القدر تحت للم رب ميزم يوجد عَلَيْنَي بِلِشْتِهَاتِ النَّبْضُلْ غَيَةَ الْجُمْدِ الآيْنَي يُمْ سَزَحِبَنِ لكن تجد الكل يتزوج بإذن الله. لماذا؟ لأنه يريد أن يحقق هذا الهدف ويسعى ويسعى حتى يحقق هذا الهدف. صحيح ولا؟ كم أترغat أن يحقق هذا الهدف ويسعى حتى يحقق هذا الهدف. لماذا يحمي بإذن الله يحقق هذا الهدف. كم سألت في مح題 امهم في الناس للمشيء со زياداً. لخبرتهم بإذن الله يقول أننا هذا الهدف. لا للأكل ولا للشرب ولا لللاعب الآن 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 وفي نييته أن يصلي أو يذكر الله أو يتعلب لكن هناك نصوص في المسجد يتكلم في السياسة يتكلم في غلاء العسعى يتكلم عن الحكومة عن انتخابات المساجد لم تبنى لهذا أو يشتغل بالطعام والشرب في المسجد مسجد للمساجد مطاعم لا لا مانع أن نأكل ونشرف المسجد لكن بقدر الحاجة لا نجعل المسجد كالمطعم كالمقهى بعض المسجد بعض المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد ويرحل بعض المساجد من يلعب في الجوال يصور من يشرب الشاهد ومن يأكل ومن يأكل يقول ما هذا حال هؤلاء صوراً من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد وأن المسجد من يلعب في الجوال بالخارج لم تخذق لهذا المساجد لم تبني لهذا بين المسجد لم تبني لهذا بداية من المسجد من المسجد كانت تبني من المسجد وإذا لم ينتحل من المسجد بأس هناك نتعاون بالعلم عندما تأتي تجد أحد من الناس يأكل أو يشرب أو يتكلم على الجوال تقول تعال نؤمن ساعة تعال نقرأ كتاب ينتهي الدرس أو تنتهي الصلاة مجرد ما تنتهي الصلاة يخرج الجوال أين الاستغفارة بالصلاة باللعب يدخل المسجد الصلاة لم تقم بعد يأخذ الجوال يبدأ أو يتكلم أو يشرب شاد بعض الأمسجدى biraz erken geliyor namaz başlamadan önce elinde çاي telefon görüyorsun هل تصنع هذا في بيت الرئيس؟ تصنع لا يمكن حتى مكتب الشرطة لا تصنع لا تخرج الجوال في مكتب الشرطة هل هذه طريقة السلف في المساجد؟ بعض الشباب أدان الله إياه وتأخذ منه الجهاز وتبحث فيه لا تجد فيه فائدة واحدة لا تجد فيه دروس علمية لا تجد فيه فائدة واحدة لا تجد فيه قرآن اعلانات كرة كيف كيف هذا كون جهازك أنت كيف يمكن أن تنظف هذا الجهاز تجعل فيه دروس العلمية والبعض في الجهاز أقوال أهل الباطل ماذا نريد من أهل الباطل؟ لا تنظر لهم أصلا ولا تسمع لهم إذن نحن الآن والله في خطر لأن يمكن أن تأخذ هذا الجهاز وتنظر في واحد من هؤلاء من أهل الباطل تتأثر بكلام بلك أن يكونوا في صحابها تتبحث عن هذا الجهاز ثم تتأثر على القرآن ثم تحضر على العلمية ثم تتحل معه ثم تتخل معه ثم تتخل معه ثم تتخل معه ثم تتصبح أن فلا من الناس بعد ثلاث ساعت وجده مثلا مكتول أو كلا هذا الجيل الآن أنتم إذا لم تتعلموا من يعلم هؤلاء الصغار من يعلمهم من من يعلمهم الآن الصحابة رضو الله عليهم علموا من صحابة أعلموا التابعين والتابعين تعلموا الصحابة وعلموا من أتباع التابعين أنتم الآن هنا في هذا البلد إذا لم تتعلموا من يعلم أولادنا من كيف أعلموا من يعلمهم من يعلمهم إذا والله هؤلاء الصغار سيشكوكم من الله والله بو küçük çocuklar كيامت كيامت سيشكايت أعلموا هذا الجيل الذي قبلنا لم يتعلم بو كيامت الْيَهُودِ يتعلموا 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 نعم الْرَوَافِضَ الشيئَ يتعلموا 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 نعم هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أو ينقصون سألوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الصحابة أو ينقصون نبي صلى الله عليه وسلم يزيد أو لا نحن اليوم إذا كنا لا نزيد معنا هذا أننا على خطر و لسنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليوم سألوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليوم سألوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليوم سألوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليوم سألوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أبل أن تجعل الآن المجتمع حولك يساعدك في طلب العلم يعرف أنك جاد في الطلب مثل ايام الاختبارات مثلا بعض الالخيب ايام الاختبارات العائلة كلها تساعدك صحيح ولَك على المراجع الحف يوقضون � proteinsم نعم يوقضوا في وقت مبكر حتى راجع يدعو له أيوما أهم هذه الشهادة التي تأخذها للمدارس أو الشهادة التي تدخل بها الجنة أيوما أهم الجنة إذن لماذا لا نهتم لها والله إذا لم نبدأ نحن بالدعوة بدأ أهل الظلام بالدعوة هذه الشيخ يمشي مع رجل يشرب دخل إذا لم يبدأ هذا الذي يشرب الدخل بالإنكار عليه ما لا يصنع هذا المدخل إنه سجارة يشرب الدخل إذا كانت مرأة محجبة وتمشي مع مرأة سافرة ولم تنكر عليها السافرة تبدأ بدعوة هذه يقول الإمام في القلب إذا لماذا لا ندعو أصدقائنا إلى السلام لماذا لا يشرب الدخل لماذا لا يشرب الدخل فقط يشرب الدخل لا يشرب الدخل لن أصدقائنا لتعلم فتفة دمرئ الفتوة لها العلماء فتوا için büyük علماء ان تعلق تتعلم تعمل تدعو وأعلم تدعو انا تعلم وهم وتعلم وشفة وعامل أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق و السداد والله أعلم وصول الله على نبيya محمد وعليه الصحبه وسلم ازاكم الله خير ازياد الله خير بذلك خير من قزين وكمكم وكمكمكم جبتم الله سبحانه وتعالى شكرا